الابراهيم بيسأل بيقول ازاي نقدر نرسم عضلات السكس باكس لو مش موجودة في الجسم اصلا ده ينفع مع حالته ولا او طبعا هنشوف صورة لابراهيم كويس مفيش حاجة اسبها نحت عضلات من غير وجود عضلة يعني لازم تكون العضلة اصلا قوية موجود اه يعني اه هنا طبعا هنا باين من الصورة ان هو رياضي وفي دهون موجودة على العضلات فبالتالي هنا ممكن في الحالة زي كده نعمل سكس باكس بل ايه دكتور فيزر بردو؟ بل فيزر بردو ان احنا هنا مش هنعمل عضلة احنا هنبين العضلة هنبرزها شوي وهنبرزها عن طريق ان احنا هنشيل الدهون السطحية اللي موجودة عليها سواء كان في المنطقة اللي هي اعلى العضلة اللي في السادر البنش ومنطقة العضلة هنا ممكن ننحطله العضلة ونشيل الدهون اللي عليها ولكن لو هو ما عندوش عضلة قوية ومش متقسمة اصلا صعب جدا ان احنا نعمل موضوع ده لان زي ما قلت كتير او في حلقات قبل كده ان لو حددنا دهون بس وعملناها مربعات هي دي بعد كده هيبقى فيها مطبات والدهون دي ممكن تبقى مش منتظمة وشكل البطن هنفرح به بس لمدة شهر بالعدل العملية لكن بعد كده هنلاقي الموضوع شكله سيء جدا لكن ابراهيم عندو اصلا العضلات موجودة في احنا نتزاله بالشفت بالدون بالزبط طيب اوكي